موسيقى لقاء يتجدد في وراء الحدث نتابع في هذه الحلقة البحث والتحليل قمة اسطنبول مسار تسوية مستمر للأزمة السورية أم بناء على أنقاض أستانا وجينيف موسيقى بعد إعلان الانسحاب من معاهدة الأسلحة متوسطة المدى واشنطن تقحم الصين في سجالها النووي مع موسكو أهلا بكم في اسطنبول عقدت تركيا وروسيا إلى جانب فرنسا وألمانيا قمة على مستوى القادة لبحث تطورات الملف السوري وسبل التوصل إلى تسوية تسهم في حل الصراع الذي تعدى السبع سنوات الرئيس الفرنسي قبل حلوله بتركيا خفض سقف توقعاته في ظل ترقب ألماني وحمسة تركيا روسية لحلحلة الملفات العالقة وبدء عملية سياسية تشمل عودة اللاجئين وإطلاق جهود إعادة الإعمار فهل قمة الصنبول الربعية امتداد لمسارات السابقة أم هي بناء على أنقاضها وماذا عن أجندات الدول الأربعة هل هي قادرة على التقاطع وتواج وتجاوز خلافاتها وهي الحديث عن عودة اللاجئين وإعادة الإعمار سابق لأوانه في ظل انسداد الحل السياسي المستند على القرار 2254 نتابع معا هذا التقريب ثم نبدأ الحوار متفقون في الأهداف مختلفون في الأولويات والتيكتيك هكذا يمكن أن نعنون القمة الربعية التي عقدت في اسطنبول بحضور زعماء روسيا وفرنسا وألمانيا وتركيا لقاء القمة الربعية حول تسوية السورية سعى في المقام الأول إلى خلق أرضية تفاهم مشتركة بين معسكري جينيفا أستانا في سياق الأزمة فروسيا وتركيا عراب مفاوضات أستانا ذات المصاري العسكري بينما فرنسا وألمانيا مخارطتان في مصاري سياسي تحت منظلة أمامية فيما يعرف بمباحثات جينيف القمة تناولت القضايا الأمنية وضمعا استمرار وقف إطلاق النار في محافظة إدلب السورية والقضايا الإنسانية على رأسها ملف عودة اللاجئين وجهود إعادة الإعمار فضلا عن الملف السياسي بالتركيز على جهود تشكيل اللجنة الدستورية في المرحلة الراهنة الهدف الرئيسي لهذه القمة هو دراسة أي صياغ جديدة يمكن إيجادها من أجل التوصل إلى حل سياسي ولكن يبقى التحدي الرئيسي هو انقسام القاضة حول دور الرئيس السوري في مستقبل سوريا وآليات التسوية السياسية هناك القمة التي لم تأتي بجديد غاب عنها اثنان من الفاعلين المؤثرين في الأزمة السورية إيران والولايات المتحدة ألمانيا وفرنسا ترغبان في استقرار سوريا وتجنب أوروبا موجة لجوء جديدة وتركيا تريد تحقيق مكاسب على الأرض بتوسيع نفوذها في الشمال السوري أما روسيا تبحث عن من يتحمل معها فطورة إعادة الإعمار ثلاث أجندات كانت حاضرة على طاولة إسطنبول فأي الأجندات تفرد نفسها ولمزيد من التحليل ينضم إنا من بيروت سيد سمير منصور الكاتب الصحفي والمحلل السياسي إذن مرحبا بك سيدي الفاضل في اعتقادك وفي البداية هل تأتي القمة بديلا لأستانا وجنيف أم وازية لها؟ أم أنها تأتي في إطار الوصول إلى توافقات تدانس مع جنيف وأستانا؟ يعني لعلى الأيام المقبلة ستكون كفيلة بالإجابة على هذا السؤال المهم جدا وهو هل ستكون محطة القمة الربعية جزء من محطات سابقة أم أنها ستكون محطة مفصلية ستركز كما ورد في البيان الختامي على وقف إطلاق النار وتسبيت الهدوء ومنع تجدد الاشتباكات في المناطق السورية ما هي توقعاتك أنت سيد سامير؟ أعتقد أن قمة بهذا الحجم وعلى مستوى قادة بحجم روسيا وتركيا وألمانيا وفرنسا لن تكون للمناورة مثلا أو لإضاعة الوقت ويبقى السؤال الأهم في هذا السياق هو غياب اللاعبان أساسيين إيران والولايات المتحدة في سوريا إيران والولايات المتحدة الأمريكية سنأتي على هذه المطة بالتحديد لاحقا نعم فقط لكي لا نقوم بتجاوز الفكرة الأساسية التي أطرحناها الآن إذن تتوقع بأن هذه المحطة ربما لن تكون محطة لتضيع الوقت كما ذكرت وإنما سيكون هناك ما يمكن البناء عليه خاصة ونحن نتحدث عن لعبين بارزين هما ألمانيا وفرنسا في اعتقادك لماذا تمت دعوة هذين الجانبين بالتحديد لأنهما الأبرز في المجموعة الأوروبية إذا صح التعبير يعني فرنسا وألمانيا ركنان أساسيان في المجموعة الدول الأوروبية ومن شأن وجودهما أن يطمئن آخرين غابوا مثل الولايات المتحدة الأمريكية فالرئيس أردوغان قال أنه سيطمئن إيران أو سيضع إيران في أجواء اللقاءات وربما ممثلاء ألمانيا وفرنسا يتولي عن هذا الأمر مع الرئيس الأمريكي على كل لن نخوض في تفصيل هذا الموضوع كما تفضلت وإشارتي ولكن أعتقد أن القمة الربعية المفاجئة في إسطنبول ستكون مقدمة لقمة أوسع ربما يشارك فيها آخرون مؤثرون مثل أمريكا وإيران أرحب ضيفي من إسطنبول سيد ماجد كياليا الكاتب والباحث السياسي ربما ضيفي يرى أن هذه القمة ربما سيبنى عليها خاصة وأنه هناك لعبين بارزين هما فرنسا وألمانيا ولكن مجموعة من الأسئلة في الحقيقة هي تطرح نفسها على طاولة إسطنبول يأتي في مقدماتها أهمية هذه القمة بالنسبة للأطراف المشاركة الهدف ودلالة التوقيت يعني أولا أعتقد أن هذه القمة هي ذات أهمية ولكن نحن لم نتبين في البيان الختامي أي علامات فارقة يمكن أن تشكل فرقا في الصراع السوري حتى الآن هذا الصراع في سوريا يعني يرتبط بكيفية تصرف الولايات المتحدة الأمريكية يعني عندما نتحدث عن غائب هو بحجم الولايات المتحدة الأمريكية تركية وروسية يعرفون أنه بدون مشاركة الولايات المتحدة الأمريكية لن ينتج أي حل هلأ لماذا حصل ما حصل هذا حصل نتيجة تغير في الموقف الأمريكي أيضا نتيجة تبلور ما يسمى المجموعة المصغرة التي أخرجت موقفها لأول مرة في ما يسمى اللاورقة في يناير مطلع هذا العام وأيضا أعادت بنود هذه اللاورقة في الشهر الماضي بمعنى أنه نحن ذا استقطابين في هذا الوضع استقطاب اللي روسيا بتحاول تفرضه ومن وراء بعد معها يعني إيران والنظام السوري أن الأولوية هي لللاجئين حل قضية اللاجئين والإعمار وبينما الولايات المتحدة الأمريكية تقول الأولوية لإخراج إيران يجب إخراج إيران من المعادلة السورية أو معرفة بالمجموعة المصغرة ويبدو أن أمريكا كما ذكرت هي غائبة ولكنها حاضرة من خلال ألمانيا وفرنسا ويبدو أنها بالفعل يعني يبدو أيضا أن الجانب الروسي قد ردخ لمطالب المجموعة السوداسية فيما يتعلق بعودة اللاجئين وإعادة الإعمار وكل ما تم في هذه المسألة دعني أرحب بسيد طارق وهبي الكاتب والمحلل السياسي سيد طارق يعني من خلال البيان الذي تم إطلاقه ربما ضيوفي رأوا أنه لم يضيف الجديد ولكن ما يدور في الغرف المغلقة إلى أي مدى يمكن وصفه بأنهم يحاولون الوصول إلى أرضية للتوافق والتفاهم ربما سينعكس ذلك على أستانا وجينيف مساء الخير يا سيدتي شكرا للاستضافة ومساء الخير لضيوفك الكريم اليوم أثبتت فرنسا أيضا في هذا الاجتماع أنها تبحث دائما عن ما نسميه السياسة الهادية أي بمعنى السياسة الخارجية الهادية والبحث دائما عن حلول تضمن للإنسان وتضمن للمتضررين عامة كل ما تضمنه شرعة حقوق الإنسان وبالتحديد ما تريده فرنسا على صعيد العالم أي بمعنى السلام العالم اليوم هذا الاجتماع وبالتحديد رئيس الفرنسي أراد أن يكون هذا الاجتماع اجتماعا معلنا ولكن ضمن هذا الإعلان هناك عدة أمور طرحت على الطاولة ومنها أهمها يا سيدتي لا علاقة بموضوع في إدلب لا علاقة بموضوع العائلات الفرنسية أو عائلات الجهاديين الفرنسيين الموجودين في إدلب فرنسا تريد من تركيا أن تكمل بمسار ما نسميه الخيارات البعيدة عن ما نسميه الحركات الإرهابية نسبة لكل دولة لأن الحركات الإرهابية لتركيا ليست هي نفسها الحركات الإرهابية لفرنسا أو لروسيا أو حتى لألمانيا إذن اليوم هذا الاجتماع طلب فيها أيضا الرئيس الفرنسي بدعوة من عدة شهور قبل من الأتراك أن اليوم الفرنسيين يبحثون بإدلب بهذا الموضوع بالتحديد من الجهاديين الفرنسيين كما يبحثون مع قوات سوريا الديمقراطية أيضا لها علاقة وسمعنا في الصحافة وسمعنا أيضا الفرنسيين أعلنوا أنه سيتم إجلاء الأطفال الموجودون في المنطقة التي تسيطر عليها القوات السورية الديمقراطية يعني القوات التابعة للأطراف الكردية السورية أيضا فرنسا تريد بضمانة وجود ألمانيا أن يكون الاتحاد الأوروبي صوتا واحدا في هذا الموضوع وبالتحديد بما له علاقة بموضوع اللاجئين وكان خطاب سيد أردوغان الذي أنا برأيي كان نجم الاحتفال نجم الحضور أو نجم القمة بمعنى أنه يريد أن يظهر للعالم أنه هو من يستطيع أن يجمع هؤلاء القادر وهو من يستطيع أن يقرر معهم بشؤون لها علاقة بالأمن طيب دعني سيد طارق ربما ينقلني ذلك إلى إسطنبول إلى ضيفي من إسطنبول سيد ماجد إذن هناك أجندات ربما لمجموعة الدول الحاضرة أشار ضيفي من فرنسا سيد طارق وهبي إلى نجومية أردوغان في هذا الاجتماع الآن إلى أي مدى سوف يحاول أردوغان أن يستغل القمة لتصدير صورة مختلفة ربما لبلاده ولنفسه في ظل أزماتها الداخلية الاقتصادية والسياسية يعني أنا لا أعرف في هذا المجال ما هو موضع النجومية أو ما هو معنى النجومية في وضع يعني في صراع معقد مثل الصراع السوري لأن الأطراف الأربعة اجتمعوا من أجل يعني نوع من التوافق بين هذه القوى على حل الصراع السوري فلا أعتقد أنهم في مجال النجومية لأنه في أي مكان ممكن يجتمع يعني مع التقدير للرئيس أردوغان يعني في أي مكان ممكن أن يجتمع ثلاثة أو أربعة رؤساء ولكن هؤلاء الرؤساء الأربعة لا يستطيعون أو لا يملكون القدرة على فرض الاستقرار في سوريا أو على فرض نوع من حل في سوريا هذه هي المسألة الجوهرية ولكن قد تكون تركيا تلعب على وطر آخر سيد سمير هنا نتحدث عن محاولة تلميع أردوغان ربما هناك من يرى أيضا أن هذا الاجتماع على الأراضي التركية ربما يعتبر انتصارا للسياسة التركية خاصة أنه يأتي ولأول مرة خارج إطار مضلة الاتحاد الأوروبي بعد جينيف هذا شيء آخر قبل فترة كان هنا في تركيا كان في قمة في حضرها عشرات رؤساء الدول قبل حوالي عام أو عامين يعني معروف أنه في تركيا ممكن يجتمع عدد من الرؤساء بهذا الشكل ولكن نتحدث عن الفاعلية من هذا الاجتماع أو ما يمكن أن يتمخض عنه هذا الاجتماع أنا أعتقد أن الأطراف الأربعة غير قادرين على فرض صيغة معينة للتسوية في ثوريا لأن كل طرف لديه أجندة تختلف عن الأجندة الأخرى وأيضا لأن الولايات المتحدة الأمريكية هي غير متواجدة أو طبعا هي متواجدة بشكل أو بآخر عبر كل طرف ولكن حتى الآن الولايات المتحدة الأمريكية ليس لديها قرار بحسم الصراع في سوريا بإن كان بهذا الاتجاه أو بهذا الاتجاه هذا يعني أنه إذا لم تدر أمريكا ظهرها إلى الملف السوري وفعلا قامت بدور فعال فإنه في هذه المرحلة بفعال يمكن أن نقول بأن نحن في بداية مرحلة جديدة مهما اجتمع المجتمعون المسألة تتوقف هنا على دور الولايات المتحدة التي يبدو أن لها يد بفعل محرك لهذه القمة طيب دعني أنتقل إلى بيروت سيد سمير إذا تحدثنا عن الأجندات الخاصة بهذه الأطراف ما هي فاتقادك يمكن أن تكون الأجندة الفرنسية والأجندة الألمانية خاصة وأننا بصدد ظروف انتخابية داخل ألمانيا قد يراها البعض أنها قد تتيح بأنجلا ميركل هل يمكن أن نرسم صورة معينة للأجندة الألمانية بالتحديد من خلال هذا الاجتماع؟ أولا أود أن أتوقف عندما قيل عن أهمية انعقاد هذه القمة في اسطنبول أعتقد أن الرابح الأكبر من هذه القمة في الشكل على الأقل هو الرئيس التركي رجال طيب أردوغان الذي يعني كما تفضل الأستاذ الكريم زميلنا أنه يمكن أن يجتمع الرؤساء في أي مكان صحيح ولكن اجتماع رؤساء روسيا وفرنسا وألمانيا في اسطنبول في هذا التوقيت بالذات إنما يدل على تكريس دولي لدور تركيا في أي حل مستقبلي للصراع الدائر في سوريا الحديث عن الحل السياسي شيء جيد أعتقد أن هذه القمة ستكون مقدمة لقمة أوسع فرنسا وألمانيا لن تعملان بعيدا عن التنصيق مع المجتمع الدولي هما دولتان معنيتان مباشرة بالأزمة السورية لجهة تضفق النازحين واللاجئين السوريين إلى بعض الدول الأوروبية تماما كما نحن في لبنان معنيون مباشرة بهذه القمة على خلفية أي حل يتعلق بالأزمة الدائرة في سوريا وملف النازحين في طبيعاته طيب لم تجبني على سؤالي سيد الفوضل فيما يتعلق بالأجندة الألمانية أعتقد أن ألمانيا كانت سباقة في استيعاب مسألة اللاجئين والمستشارة الألمانية لعبت دور بارز في المجتمع الأوروبي والدولي في هذا السياق لا شك أنها أولا من موقعها الأوروبي ومن موقعها كدولة كبرى محترمة استقبلت أعداد كبيرة من النازحين لاجئين سوريين على أراضيها أعتقد ومن موقعها الدولة أيضا معنية مباشرة بهذه القمة وبأي قمة أخرى تتعلق بمستقبل الحل السياسي في سوريا للأسف الغائب الأكبر بالإضافة إلى إيران وأمريكا الغائب الأكبر بطبيعة الحال هو طرف سوري ما سواء كان من جماعة المعارضة أو جماعة المولاد للنظام غياب مدوي لسوريا سأعود إليك ولكن اسمحني لمقالدي الوقت الكثير دعني أنتقل إلى فرنسا ربما من خلال تحليلات المراقبين أن ألمانيا وفرنسا ترغبان في استقرار بسوريا وأن لا تشهد أوروبا موجة لجوء تركيا تريد سماع اعتراف أوروبي بسلطتها على شمال سوريا وروسيا تبحث عن من يدفع فتورة الإعمار ثلاث أجندات مختلفة على طاولة الصنبول أي أوراق يملكها اللاعبون يعني أنا أعتقد يا سيدتي أولا أن الفرنسيين والألمان يعني هم مستعدين لموضوع له علاقة بإعمار سوريا وهذا الموضوع صرف ينتظر كما قال له ضيوفك يعني مؤتمر أكبر بحضور أكبر وممولين أكثر على صعيد الدولي بمعنى أن يكون هناك البنك الدولي أن يكون هناك عدة مؤسسات دولية لها علاقة بها ولكن أريد أن أعود لموضوع له علاقة بالموضوع التركي لأنه جد مهم هذا المؤتمر أو هذا القمى هناك يعني الرئيس أردوكان يبني على ما حصل بينه وبين الرئيس بوتين يعني اليوم في إدلب هناك منطقة معزولة السلاح يعني هناك طريقة تعاطمة بين الحكم السوري يعني النظام وبين المعارضة السورية الرئيس التركي منذ شهر كان في ألمانيا وجولته في ألمانيا أوصلته لكي يظهر للشعب الألماني أنه مستعد أن يساعد ألمانيا بموضوع له علاقة كما يسمي نفسه يعني الشرطي الأول لدخول اللاجئين إلى أوروبا إذن اليوم هذه الأجندة أو ما يوضع على الطاولة له علاقة بمشروع حقيقي وكما قال ضيفك من بيروت يعني للأسف السوريون يتكلمون عن السيادة وأين السيادة بعدم حضور أي ممثل لأي فصيل سوري إن كان له علاقة في المعارضة أو له علاقة في النظام كان له علاقة بالنظام يعني الوجود الروسي ربما هو ما يمثل الوجود السوري والوجود الألماني والفرنسي ربما يعود غياب الولايات المتحدة على أي حال شكرا جزيلا لك من إسطنبول لسيد ماجد كيالي الكاتب والبحث السياسي وأشكر أيضا من بيروت سيد سامير منصور الكاتب والصحفي والمحلل السياسي وأنتقل إلى فرنسا سيد طارق في سؤالي نعم عفوا الشكر لسيد طارق وهبي من فرنسا الكاتب والمحلل السياسي وأبقى معك سيد سامير من بيروت إلى أي مدى تعاول روسيا في اعتقادك على الدور التركي لمساندتها في الضغط على اتحاد الأوروبي للدخول كشريك في عملية أعمار سوريا عفوا لم أفهم السؤال لو سمحت سيد سامير أقول إلى أي مدى تعاول روسيا على الدور التركي لمساندتها في الضغط على الاتحاد الأوروبي للدخول كشريك في عملية أعمار سوريا يعني أعتقد أن روسيا ليست في حاجة إلى دعم تركي لفرض دورها على الساحة السورية أو على مستقبل الحل السياسي للحرب الدائرة في سوريا اليوم أي مراقب يلاحظ أن روسيا هي اللاعب الأساسي على الساحة السورية على كل المستويات وعلى كل الصعود هي اللاعب الأبرز هي المنافس الأكبر لإيران ولكل من تدخل في الحرب الدائرة في سوريا لا شك أن هذه القمة من شأنها حضور الرئيس الروسي من شأن أن يمثل العلاقة بينه وبين الرئيس التركي أكثر فأكثر ومن شأن هذا اللقاء أن يكون بداية تنصيق بين الدولتين الأساسيتين والفاعلتين على الساحة السورية في ظل اختلاف موازين القوى سيد سمير وتغير المعطيات السياسية وتغير المعطيات الميدانية على الأرض في دائرة الصراع السوري هل بات تمسك بقرار المجلس الأمن 2254 الذي بني على الأساس بيان جينيف 2012 ملائما لهذه المرحلة أم بات الآن المجتمع بحاجة إلى البحث عن ربما مرجعية أخرى يمكن الاعتماد عليها كحل أو الوصول إلى حل سياسي أعتقد أن قمة كهذه أو أي قمة مشابهة يمكن أن تكون مؤثرة أكثر من أي اجتماع للأمم المتحدة حتى في اجتماعات الجمعية المهنية للأمم المتحدة نلاحظ أن الدول الفاعلة أو في اجتماعات مجلس الأمن نلاحظ أن الدول الفاعلة والمؤثرة عددها محدود ويمكن أن تتخذ أي قرار في أي وقت بعيدا عن أي قرار جديد لمجلس الأمن الدولي من استزاجة الاعتقاد أن الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا أنهم أرادتها فإنما يستطيعون وقف الحرب في سوريا الآن قبل الغد شكرا جزيلا لك من بيروت كنت معنا سيد سامير منصور الكاتب الصحفي والمحلل السياسي وشكرا لكافة الضيوف الذين شاركوا في هذا الجزء الجزء الأول من حلقة وراء الحدث إذن متواصلون معكم في هذه الحلقة نتابع بعد الفاصل هل إقحام بكين في السجال النووي بين موسكو وواشنطن يسرع مخاض نظام عالمي جديد؟ أهلا بكم من جديد خلق إعلان الإدارة الأمريكية الانسحاب من معاهدة الصواريخ المتوسطة المدى مع روسيا حالة من القلق الدولي يحذر من الانزلاق إلى منحدر سباق تسلح نووي محموم في عالم على طريق التحول من نظام دولي أحادي القطب إلى آخر متعدد القطبية بعد حوالي أسبوع على هذا الإعلان بدأت روسيا تظهر حالة من المرونة والانفتاح على مناقشة بنود معاهدة الصواريخ المتوسطة المدى في ظل التحديد لقمة ثانية بين بوتين وترامب ولكن القلق الصيني أكبر من نظيره الروسي بعدما لقيت بكين نفسها مقحمة ضمن أسباب الانسحاب الأمريكي من المعاهدة فهل يستطيع بوتين أثناء ترامب عن الانسحاب خلال لقائهما في باريس؟ وهل إقحام الصين يحضر إلى مرحلة التركيز العسكري عليها؟ وهل نحن على حافة حرب غير تقليدية لا محالة في ظل مخاض مضام عالمي جديد؟ اتابعوا هذا التقرير لم تكن روسيا ربما مستعدة أو متوقعة لقرار أمريكي مفاجئ بالانسحاب من معاهدة التخلص من السواريخ المتوسطة والقصيرة المدى الموقع عام 1987 مع روسيا وربما لم تأخذ تصريح ترامب أنه نهائي إلى أن أعلن القرار أيضا جنبلتو مستشار الأمن القومي الأمريكي في عقر دار الروس نافيا أن تكون واشنطن مهددة للأمن القومي العالمي المشكلة هي أنه توجد في أوروبا صواريخ روسية الصنع تنتهك الاتفاقية والتهديد ليس مصدره انسحاب أمريكي بل الصواريخ الروسية المنتشرة التلويح أو التصريح أو الانسحاب من المعاهدة أثار تساؤلات كثيرة حول مستقبل التنسيق العسكري والاستخباراتي الأمريكي الروسي وسباق التسلع بينهما داخل القارة الأوروبية فواشنطن وعلى الرغم من أنها أعلنت أن لديها تقارير استخباراتية تثبت أن موسكو طورت صواريخ تهدد بها دولا في حلف النيتو وهو ما لم تقبل به واشنطن وستمنع ذلك هرولت لإجراء اجتماع قصير بين ترامب وبوتين ربما يعقد في باريس في نوفمبر المقبل كما وجهت الدعوة رسميا لبوتين لزيارة واشنطن هناك اتهامات ديمقراطية للرئيس ترامب بأن حملته تواطأت مع الروس وأنهم حاولوا مساعدته وربما ساعدوه إلى الوصول إلى البيت الأبياب في نفس الوقت هو يعتقد أن مصلحة الولايات المتحدة وهذا ما سمعناه خلال الحملة الانتخابية وحتى في بداية عهده أن الولايات المتحدة مصلحة في أن تكون العلاقة مع روسيا جيدة وذلك ربما لأنه يعتقد أن الخطر الأكبر على المصالح الأمريكية البعيدة الأمد هي الصين وليست روسيا قرار ترامب وإلا قاقبولا داخل أمريكا إلا أنه زاد من شكوك المسؤولين والمشرعين هنا حول الاستراتيجية الأمريكية الجديدة خاصة مع بزرغ الصين واستفادتها من إلغاء الاتفاقية بما يشكل خطرا على أمريكا وعلى حلفائها وهو ما يضعه الكونغرس في الحسبان حيث حمل أعضاؤه روسيا مسؤولية فسخ الاتفاقية لكنهم يريدون أن تكون قرارات الرئيس نابعة من حرصه على حماية الأمريكيين وحلفائهم نوايا بوتين ليست محل جدل وتصرفات روسيا المزعزعة للاستقرار يجب أن تكون نصب أعين الرئيس ويجب أن تكون رؤية الرئيس واضحة في هذا الشأن حماية أمن المواطن يجب أن تكون في مقدمة أولوياته تلتبس الرؤى لدى كثيرين هنا حول العلاقة التي تربط بين ترامب وبوتين البعض يشكك في قدرة الولايات المتحدة على الانسحاب من الاتفاقية لكن كثيرين في الوقت ذاته يقولون أن ترامب يراوغ ويناور من أجل كسب الرأي العام الداخلي الأمريكي الذي يرفض العلاقة بينه وبين الرئيس الروسي خالد خيري الغد واشنطن ترجمة نانسي قنقر لمزيد من التحليل تنضم إلينا في السيديو دكتورة نرهان الشيخ أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة من موسكو ينضم إلينا السيد جيني سيدي روف الكاتب والمحلل السياسي ومن واشنطن ينضم إلينا السيد كينث كيتسمن الخبير في شؤون الشرق أو الأوسط أهلا بكم جميعا ضيوفي في الجزء الثاني من وراء الحدث أبدأ معك دكتورة نرهان الرد الروسي حيال الانسحاب الأمريكي بدأ متشددا في البداية حيث توعدت برد مناسب في حال الانسحاب ثم مال إلى المرونة بإعلان إمكانية تعديل بنود المعاهدة كيف تفسرين هذا التغير في الموقف الروسي؟ يعني أعتقد ده مرتبط بالعلاقات الروسية الأوروبية لأن المعاهدة آه صحيح هي بين الاتحاد السوفيتي ثم روسيا والولايات المتحدة لكن في الواقع هي تمس أوروبا وتمس الأمن الأوروبي مباشرة لأن هذه النوع من الصواريخ القصيرة القصيرة ومتوسطة المدى يعني هي أساسا كانت موجودة في أوروبا وأوروبا كانت المستفيدة الأول من إزالة هذا النوع من الصواريخ إعادة نشرها أو الإخلال بها هيمس أيضا الأمن الأوروبي لأن مداها الحقيقة بيصل للعواصم الأوروبية وهيجعل كل تقريبا دول حلف شمال الأطلسي في مرمى هذه الصواريخ الروسية يعني المتضرر الأساسي من هذا الانسحابه هي الاتحاد الأوروبي والتغير في الموقف الروسي ربما يكون رجعا إلى تفاهمات حدثت بالفعل ما بين روسيا والاتحاد الأوروبي ورغبة من روسيا في التهدئة مع أوروبا يعني الحقيقة كل القمم الأوروبية الروسية الأخيرة ومنها حتى القمة اليوم في إسطنبول كانت روسيا بتريد تفاهمات حقيقية مع الجانب الأوروبي كانت بتأمل في رفع العقوبات الأوروبية على روسيا يعني الحقيقة روسيا يعني المنح الروسي مع أوروبا منح تهدئة ومنح تعاون وتفاهم وأعتقد أن من هنا بيمكن فهم هذا يعني هذه المرونة الروسية بالإضافة أن روسيا استوعبت أن ليست روسيا المستهدفة ولكن ربما الصين يعني الصين تعتبر هي المستهدف الأول من إعادة النظر في هذه المعاهدة أو من خروج الولايات المتحدة منها لأن الحياة الصين عملت يعني طبعا عندها ترسانة ضخمة من هذا النوع من السواريخ قصيرة ومتوسطة المدى وكمان عمل التجارب في منتهى الأهمية في 1.15 نوفمبر السنة اللي فاتت أقلقت جدا الولايات المتحدة الأمريكية سنتحدث عن هذه النقطة بالتحديد وأنتقل إلى واشنطن سيد كينث العديد من المواقع الأمريكية سيد كينث وحتى المعارضة لترامب تؤكد أن موسكو لم تكن تريد استمرار المعاهدة بل إن روسيا هي المستفيد السري من انسحاب أمريكا من هذه المعاهدة ما يعني أن روسيا ستكون حرة في إجراء ما تريد من تجارب وأن ترامب منحها ذلك المخرج هل تتفق؟ أعتقد أن هذه النظرية وضعها من يعارضون السيد ترامب بالحديث عن ما قام به بأنها لعبة لتحقيق أهداف أخرى مما غير تلك المعلن عنها أنا أرى بأن ذلك بالفعل تمت الإشارة إليه بأن روسيا لم تكن تلتزم بهذا الاتفاق النووي الذي تم توقيع عليه من قبل الرئيس ريجين وأيضا السيد جورباتشوف في ذلك الوقت وروسيا لم تلتزم أيضا الولايات المتحدة كانت مقيدة بهذا الاتفاق وروسيا لم تكن ملتزمة بهذا الاتفاق السيد ترامب موقفه مشابه تماما بالنسبة لاتفاقيات التجارية يرى بأن الاتفاقيات التجارية التي وقعت عليها الولايات المتحدة قد حققت فوائد لدول أخرى وعيوب للولايات المتحدة فالتهديد بالانسحاب من الاتفاقية يأتي بنفس الروح إذا لم يكن الاتفاق مفيد للولايات المتحدة وهناك عيوب بالتالي هناك ضرورة لإعادة التفاوض بشأنه طيب ربما هذا سيد كينث يدفعني للتذكير بأن موسكو اتهمت أمريكا بأنها قامت بخرق هذه المعاهدة من خلال نشر أسلحة ربما تراها موسكو هي الأخرى أنها تناقض بنود الاتفاقية إذن الجانبين نقض المعاهدة ويبدو أن هناك أسباب أخرى إذن من وراء الإعلان عن الانسحاب من هذه المعاهدة باعتبار أن الطرفين نقضاها كما تعرفون روسيا تهمت الولايات المتحدة بعدد من الانتهاكات لكن الخبراء في مجال التسليح الذين قموا بتحليل التصرفات الجانبين والتزام الجانبين وهم كما نعرف لديهم الخبرة اللازمة قالوا بأن الولايات المتحدة غير ملتزمة هم يتفقون مع ترامب بأن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة وروسيا غير ملتزمة وبالتالي تم العرض على الأمر على سيد ترامب وكيفية التعامل مع هذه المشكلة طيب أنتقل إلى سيد يفجيني من موسكو سيد يفجيني ربما هناك أراء فيما يتعلق بمسألة نقض المعاهدة كيف تنظر موسكو إلى الأسباب التي أعلنتها واشنطن لنقضها هذه المعاهدة وماذا تخفي واشنطن وماذا تعلن من أسباب أصال خير لك وللمشاهدين وضيوفك الكرام أعتقد بأن هناك سببين رئيسيين لإعلان واشنطن عن نيتها الانسحاب أو الخروج من هذه المعاهدة السبب الأول في الحقيقة الآن ولسيما في الفترة الأخيرة الولايات المتحدة أدركت أنها تتخلف كثيرا عن روسيا فيما يتعلق بالصواريخ الباليستية والصواريخ كروزا والصواريخ المجنحة وحتى الصواريخ التي تزيد سرعتها عن سرعة الصوت روسيا بالعكس حققت قفصة حقيقية في السنوات الأخيرة في هذا المجال والولايات المتحدة ربما بحثت عن حجة أو زريعة لإعلان عن انسحابها ولكنها في الواقع تريد ربما أن تستغل الوضع الذي قد ينشى بعد الانسحاب للحاق بالروسيا هذا هو السبب الأول أما السبب الثاني فهناك بطبيعة الخال مخاوف الولايات المتحدة من تنامي القدرات العسكرية للصين لأن الصين عندما وقعت روسيا والولايات المتحدة على معاهدة الحد من الصواريخ المتوسطة والصغيرة المدى لم تكن محسوبة في حسابات كل الساسة في العالم كان هناك رأي سائد بأن هناك دولتين عزميين وضخمتين فيما يتعلق بالقدرات النووية وأخرى من الأسلحة الاستراتيجية والتكتيكية والصواريخ المتوسطة والصغيرة المدى هما روسيا والولايات المتحدة أو الاتحاد السوفيتي كما كان يسمى آنذاك في عام 1987 أما الصين فأصبحت بعد ذلك تزيد من قدراتها العسكرية وهذا أيضا يشكل خطر على الولايات المتحدة لأنه أيضا يندرج في الحرب غير معلنة في التجارة والاقتصاد بين واشنطن وبيكين وبالتالي أعتقد هذين العاملين لعباء دورهما في نية واشنطن وإعلانها الانسحاب من المعاهدة طيب ابقى معي إذا سمحت أعود إليك دكتورة نرهان في الستوديو إذن ضيف يا سيدي بجيني أشار إلى الأسباب من وجهة نظره اللحاق بروسيا عسكريا والنقطة الأخرى والأهمة التي ذكرتها منذ قليل فيما يتعلق بتنامي القدرات العسكرية للصين إذن ليس من مصلحة الولايات المتحدة البقاء في هذه المعاهدة بينما الصين حرة تطور من أسلحتها الصاروخية يعني أعتقد إلى حد كبير هذا صحيح لأن فيه تنافس طبعا استراتيجي مهم جدا ما بين الولايات المتحدة والصين في منطقة بحر الصين الجنوبي وجنوب شرق أسيا وبدأ هذه الصواريخ يعني يشمل هذه المنطقة بسهولة فالولايات المتحدة بترى أن يدها مغلولة في حين أن الصين بتبني ترسانة ضخمة بتطور منظومات متقدمة جدا هي بتعتبرها تهديد مباشر للتوازن في منطقة بحر الصين الجنوبي وجنوب شرق أسيا لكن عايزة الحياة أضيف نقطة تانية البعد الداخلي أن ترامب أعلن الانسحاب في نيفادا في إطار جولة له الخاصة بالحملة حملة الحزب الجمهوري للتجديد النصفي للكونجرس الأمريكي وبالتالي أعتقد أن فيه بعد أيضا داخلي ويريد أن يظهر بمظهر هل يمكن أن نضيف إلى ذلك البعد الداخلي ضغوط داخلية ربما من قبل سخور الجمهوريين على رأسهم جون بولتن الرفضين لهذه المعاهدة بالضبط وهذه نقطة أخرى لأن معروف أن بولتن أصلا ضد كل معاهدات الحد من التسلح ونزع السلاح وكان عنده مبادرة مهمة جدا ومقترح فيما يتعلق بالانسحاب من هذه المعاهدة ومن غيرها وهو لا يريد مش بس هينسحب من هذه المعاهدة هو ليد أيضا تجديد أو المد لمعاهدة ستارت الجديدة أو ستارت ثلاثة المفروضة هتنتهي في 2021 يعني هو له وجهة نظر فيما يتعلق بهذا النظام عموما للحد من التسلح ونزع السلاح فبالتأكيد كل هذه العوامل الداخلية أعتقد أنها كانت ضغطة على ترامب أو دافع له له هذا الإعلان بحيث أنه يزيد من شعبيته كرئيس قوي قادر على مواجهة روسيا والصين وأيضا في نفس الوقت بيرضي طبعا زي ما هيك تفضلتي عدد من سكور الجمهوريين في وقت يعني الحزب الجمهوري محتاج إلى تكاتف يعني وحدة في الصف في مواجهة الديمقراطين حتى يستطيعوا الحصول على أغلبية طيب سيد كينيث ربما رد فعل أولي بالنسبة للصين جراءة عندما أعلنت واشنطن نيتها الانسحاب يعني الصين ربما أشارت إلى أنه من الخطأ إقحام الصين كسبب من الأسباب التي دعت إلى انسحاب من هذه المعاهدة كيف تنظر واشنطن إلى رد فعل الصين أعتقد أن الصين جزء أساسي من السبب الإعلان عن الانسحاب من الاتفاقية لأن هذه الاتفاقية وقعت منذ حوالي 30 عاما عندما كان الرئيس ريجين في السلطة لم تكن الصين بهذه القوة منذ 30 عاما الصين قوة متنامية وتقوم بتنمية وتطوير أسلحة متطورة بالتالي إدارة ترامب ترى بأن الصين قوة متنامية لا بد من مجابحتها وأنا أرى أن إدارة ترامب استشعرت أن الاتفاقية مع روسيا تحد من قدرات الولايات المتحدة لتطوير هذه النوعية من الأسلحة التكتيكية والنووية التي يمكن استخدامها في مواجهة التهديد الصيني وبالتالي أعتقد بأن هناك تخوفات فعلية وحقيقية بالنسبة لإدارة ترامب وأعتقد أن القضية أن الولايات المتحدة قد تكون محجمة بسبب هذه الاتفاقية في الوقت الذي تتحرر فيه الصين من هذه النوعية من الاتفاقيات طيب سيد يفجيني ربما رئيس الصيني أشار إلى أن الصين تعول على قوة نووية محددة وفاعلة في أي حرب لحسمها هل نحن بصدد ربما إرهاصات لحرب يمكن أن تتم ما بين الصين والولايات المتحدة خاصة وأن في أوساط الجيش العسكري الأمريكي هناك إشارة أو أحاديث حول حرب صينية أمريكية قد تكون مرتقبة أنا أعتقد بأن مثل هذا الاحتمال قد يكون واقعيا في حالة واحدة فقط ألا وهي إذا تمكنت الولايات المتحدة من تشكيل حلف أمريكي روسي مناهد للصين ولكن هذا بطبيعة الحال لن يحدث لأن روسيا لها علاقات وروابط قوية بالصين في شتى المجالات بما في ذلك في المجال العسكري العكس يبدو أكثر احتمالا تشكيل حلف روسي صيني مناهد لأمريكا ولكن هذا لن يحدث أيضا لأسباب ربما أخرى تختلف عن الأسباب أو السبب التي ذكرته مهما كان من أمر أنا يبدو لي أن مستقبل التطورات حول هذا الأمر مرهود بنتائج لقاء قمة روسيا أمريكي قريب في باريس في الحادي عشر من نوفمبر المقبل ربما نرى أن الرئيس ترامب قد يتراجع مثل ما حدث ذلك في أصناء أو بعد تهديداته إلى كوريا الشمالية حينما كان يبدو للجميع أن الحرب بين أمريكا أو استهداف كوريا الشمالية من قبل الولايات المتحدة وشيك ثم تراجع الرئيس ترامب واتخذ بعد ذلك أسلوبا آخر في التعامل مع هذه القضية الآن نلقى أستبعد أن ترامب ربما اختار نفس التكتيك وربما سيخفف من لهجته وسيخفف أيضا من نبرة في الحديث عن هذا الموضوع على أي حل لابد من انتظار نتائج لقاء دعني أنقل هذه النقطة إلى واشنطن سيد كينث هل تتفق مع ضيفي أنه أولا لن يكون هناك حرب صينية أمريكية إلا إذا كان هناك تحالف أمريكي روسي مناهد للصين ضيفي يتوقع حدوث العكس تحالف روسي صيني مناهد لأمريكا هذا جانب الجانب الآخر هل سيسلك ترامب نفس سلوكه وسياسته في التعامل مع كوريا الشمالية أو بمعنى آخر هل سينجح بوتين في قمة باريس بإقناع ترامب التراجع عن الانسحاب من هذه المعاهدة أعتقد بالتأكيد هو سوف يحاول ذلك هذه من بين القضايا الأساسية التي سيتم مناقشتها في القمة المستقبلية المقبلة بين السيد ترامب والسيد بوتين أيضا السيد بوتين سوف يلتقي بالرئيس الصيني لاحقا في قمة المجموعة الثمانية وأعتقد بأنه سيكون مناقشة للتجارة أكثر لا أعتقد أن السيد ترامب والرئيس الصيني سوف يتحدثني عن هذه الاتفاقية سوف يتم الحديث عن القضايا التجارية والولايات المتحدة تريد بعض التسويات التجارية مع الصين موقف سيد ترامب الآن أثر سلبيا على برسة الولايات المتحدة وأعتقد أن هناك ضغوط من وولستريت لتسوية نزاعاته مع الصين وبالنسبة له أن يظهر بعض المرونة بعض التسويات مع الصين أصبح أمرا محتملا بالنسبة للصين وكوريا الشمالية الوضع مختلف كوريا الشمالية منعزلة لم يكن هناك سفارة للولايات المتحدة كان هناك تهديدات من قبل ينجع ضد الولايات المتحدة الأمر مختلف هناك علاقات دبلوماسية كاملة مع الصين علاقات تجارية وتفاعلات مختلفة الوضع مختلف تماما مقارنة بكوريا الشمالية دكتورة نرهان يبدو أن المسألة تبدو كأنها زوبعة في فنجان ولكن هناك سيناريو ربما يخرج المسألة من هذا الفنجان إلى الفناء وهو قد تلجأ أمريكا وفقا لمراقبين كسيناريو مطروح أن تبحث على ورقة ضغط لدخول الصين لمعاهدة مماثلة جديدة تكون الصين طرفا فيها أعتقد أن الصين لن تقبل هذا يعني الصين ماضية قدما في تعزيز قدرتها هذا النوع من المنظومات القصيرة ومتوسطة المدى هي بتعتبرها حيوي جدا بالنسبة لها لتثبيت هيمنتها وقوتها في بحر الصين الجنوبي لا أعتقد أن الصين ستقبل بأي حال من الأحوال أنها تنضم إلى هذه المعاهدة يبترى أن هذا لا يعنيها وأنه كان بين روسيا أو موسكو وواشنطن وأنها بعيدة عن هذا لكن ربما هناك فيه بعد آخر وهو أن القرار ليس قرار ترامب في واقع الأمر هو قرار البنتجون في النهاية هل البنتجون يريد أن يخرج من هذه المعاهدة ويمضي قدما في تعزيز القدرات النووية الأمريكية أعتقد أن هذا قرار بالفعل اتخذ في البنتجون يعني لوحدك رجعت خطاب الاتحاد للرئيس ترامب في يناير ثم العقيدة العسكرية النووية اللي صدرت في فبراير 2018 في السنة دي كلها بتؤكد أن الولايات المتحدة عازمة على تطوير قدرتها النووية بشكل عام وخصصوا فعلا زودوا الميزانية المخصصة لذلك بأكتر من ضعفين والحديث الآن يدور عن تحديث الترسانة أو الثالوس النووي الأمريكي بشكل كبير فأعتقد في ظل هذا التوجه للمؤسسة العسكرية الأمريكية صعب أن نقول أنه ستمضي أو يتم تجاوزها لكن أعتقد دوت وخصوصا أنه بيقابله على الجانب الثاني تعزيز القدرات النووية الصينية وأيضا روسيا نفسها أعلنت تحديث قدراتها النووية في نسبة 70% 2020 شكرا جزيلا لك كنت معنا في الستوديو دكتورة نرهان الشيخ أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة شكرا موصول أيضا إلى ضيف من موسكو سيد ديفجيني سيديروف الكاتب والمحلل السياسي من واشنطن كان معنا أيضا السيد كينث كيدزمان الخبير في شؤون الشرق الأوسط شكرا جزيلا لكم لنا مشاهدين الكرام إلى هنا نكون قد وصلنا إلى إخدام هذه الحلقة من وراء الحدث غدا يتجدد لقاء دمتم في أمان الله